النهاردة معانا من مبادرة ألوان وأوطار لمياء سراج الدين عضو اللجنة الإدارية في الجامعية أهلا بيك يا أهلا بيك من وراني أهلا بيكو كلمينا بقى عن الجامعية وانتو بتعملوا ايه للاولاد ومنين جي الاسم أنا برضو عنزف دولي يعني طيب احنا الجامعية بتدت رسميا في 2005 وبتدت انه مؤسسة الجامعية عزا كامل كانت هي بتشتغل تطوع تدريس في جامعية تانية ولاحظت انه الولاد عمتا يعني عندهم لما مسلا ياخدوا ورقة يلونوا فيها بيبقوا سعدة جدا ومن اللقطة دي بتدت بقى يبقى فيه ناس أصدقائها لما بيش خبروا على الخيطة بيبقوا سعدة جدا اه بزاق يعني وده احتياج فبس فهي بتدت انه ابتدينا نستخدم الأماكن اللي متاحة لنا انه هما يعملوا مركز فنون فده كان اول ما الوان واوطار ابتدت خالص كانت عبارة عن مركز الفنون الطفل بيدخل من بعد المدرسة يمسك ورق ويلون يبقى فيه شوية لعب فيقعد يلعب براحته هي مساحة حرة وامنة انه هما يلعبوا فده الألوان الاوطار بقى الاوطار ابتدت بقى انه مركز الفنون وابتدى يبقى فيه متطوعين مثلا مستعدين يعلموا جيتار مستعدين يعملوا حاجات موسيقية يعلمهم راب يعملوا كذا وفي كل المناطق دي كان بيبقى دايما انه هي مش فكرة انه يتعلم الفن نفسه قد ما انه هو من خلال الفن بيكتشف نفسه بيكتشف الناس اللي حواليه بيتفعل بطريقة مختلفة عن اللي هو متعود عليه بيكتشف البيئة العادية بتاعته في المدرسة او في البيت ومن خلال ده كله بيبتدي يعبر بطريقة مختلفة بيبتدي ينامي مهارات ممكن تبقى لطيفة انه يبقى قادر يستخدمها بسهولة زي التفكير المنطقي التفكير النقدي انه ازاي يتعرض لحاجات مختلفة عن اللي هو متعود عليه من غير ما يبقى خايف منها او رفضها او كده بس اكيد بقى لكم صعوبات وانتو بتشتغلوا يعني الصعوبات في التفكير اولياء الامور نفسهم انه هم يسيبوا اولادهم لفترة طويلة هم عامة اولياء الامور في الاول بيبوا دايما مش فاهمين هو احنا بنعمل ايه لان هو اللي موجود عامة بيبقى يا اما فصول تقوية يا اما مراكز مثلا لعب كرة وحاجات كده يا اما مدرسة فميبقوش فاهمين اللقطة بتاعتهو انتو بتعملوا ايه لو انتو مش بتعملوا حاجة من دول يعني بس شوية بشوية بيجوا يشوفوا الولاد بيعملوا ايه في المكان اه مكان بتلونوا وترسموا تمامي يعني مفيش مشكلة وبعدين بيبتدوا يلاحظوا تغير شوية في التصرفات او في السلوك بتاع الطفل فيبتدوا شوية وشوية يجوا مدام احنا في المنطقة بقى بيبقى سهل ان هم يوصلوا لنا او انتو صغيرين في المدرسة فكرتوا تعملوا حاجة زي كده او كانت ايه حاجة زي كده قدامكم لا 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 بس في 2005 كنت في المدرسة يعني انا كنا عايزين نعمل بس ما كانش في حد بيقدمنا نحنا نعمله يعني منك في المنطقة انتو كنت فيها مسلا ما كانش فيه جماعيات بالشكل ده فكان صعب ان انتو حتى لو كان فيه انا ما كانش لسه فيه ثقافة اللي هو ايه لا انا هوذي هوذي بنتي على حاجة بتغير بقى المدرسة بس انتو حاسين طب الاهالي دلوقتي اكفر تفتحة من اهالي زمان بس انتم مش زمان اوي انتم لسه صغيرين اخذ برضو يعني السنة بتفرم على الاهالي كتاب جدا اه بالزبط من سنة لسنة الموضوع بيفرد واحنا كنا تقريبا في نقطة التحول اللي هو ما بين القديم والجديد لسه بيبتدي الزلامت برضو شوية يا انا يحن دي ناصبه انا عايز اخش لا انا عايز اخش الجماعة ايضي بالغاية سنة كان ممكن ان تدخلوها معاكم عشان هين في ساعة تدخل بس بس انعنا بنا برنابج للشباب من اول 15 سنة لحد 30 سنة برضو فممكن تلعبوا مع النا شوية حسب تطور في الفكرة اولياء الامور او الاهالي هو بيبقى في تطور يعني في لقطة الاول هو انتم مين؟ هو انتم مين اللي بيمولكم؟ هو انتم عايزين ايه؟ دي بتبقى لقطة الخوف فاحنا بنروح تعالى اتفرج يعني تعالى شوف ابنك بيعمل ايه تعالى شوفي ابنتك بتعمل ايه الكلام ده كله فبيبتدوا ايه ده الله هو انتم بعمد الكوش حاجات لنا يعني في اللقطة دي انه هما معا هما بيلاحظوا التغير بتاع السلوك الولاد بتاعهم فبيبتدوا يتطمنوا انه هو الولد بيروح لكو وبيرجع لأخر اليوم سليم مش نقصه صوابع ولا اي حاجة فيالله ماشي روح وارجع ممكن استخدم ورق ضغط بقى انه ايه خلص الوجب بتاعك ايما مش هتروح الجمعية معرفش ايه بس يعني حلو ده حلو انه هما يحسوا انه ده شيء مكمل للدراسة